يتظاهرون لأجل الماء وقبل عام لأجل الخبز والغذاء وقبلها ويلات متتالية في بلد يغرق بالعقوبات والفقر وانتشار البطالة هذه هي صورة إيران في العالم بينما الواقع تكشفه تقارير استخباراتية تدين السلطة بالفساد والغناء الفاحش وتمويل الإرهاب بالمنطقة بقاء النظام بالسلطة مرهون بالهيمنة على موارد البلاد أما الثروة الطائلة هذه فهي نتاج عمليات مشبوهة حول العالم كشفت عنها عدة تقارير أوروبية سابقاً أشارت إلى تورطهم بقضايا غسيل الأموال وتجارة المخدرات حول العالم وتمويل جماعات مسلحة في لبنان وسوريا واليمن الكونغرس الأمريكي ينوي السير على ذات المسار من رفع السرية والمكاشفة وضغط على إدارة بايدن بضرورة إصدار تقرير مفصل عن أي معلومات استخباراتية يتحفظ عليها تتعلق بأسماء القادة المتورطين وحجم ثروتهم ومصادرها أبرزهم المرشد الأعلى وعضاء ميليس الشورى ووزير الاستخبارات والأمن وقادة الحرس الثوري بكل فروعه إضافة إلى قيادات الميليشيات المدعومة من إيران بمدة أقصاها ستون يوماً منذ تولي بايدن للسلطة والكونغرس يحاول الضغط عليه لاتخاذ مواقف أكثر حسباً ضد إيران وردع تهديداتها في المنطقة ويبدو أنها تطالب بتلك التقارير حتى يتسنى لها التوسع بفرض قائمة العقوبات الجديدة التي قد تجمل شخصيات إيرانية غير معلن عنها سابقاً ومؤسساتهم المالية في سبيل غلق أبواب التلاعب على العقوبات القديمة اشتركوا في القناة